الفرح البارح كان فرح للوطن العربي كله ألف مبروك للمغرب شيء مشرف جدا 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 فرحتنا كانت فرحة وطنية يعني كل بلد فيكي في الوطن العربي كانت بتحتفل بالمغرب بطريقتها الخاصة كلنا كنا سعوداء كلنا كنا فخورين كلنا كنا حاسين ان احنا بنشارك في كاس العالم بشكل مختلف لأن ده أول مرة في تاريخ كاس العالم دولة عربية توصل لهذه المرحلة يعني شيء أكثر من رائع ألف مبروك للمغرب ويا ربي تماها على خير تستهلوا الحب والاحترام لكل الوطن العربي بيحسوا من ناحيتكم انتوا قديتوا أداء رائع واخدينها جد ما بتهرجوش يعني ألف ألف مبروك بجد بسود الأطلسي يحيونكم من المونديال بكل المجد بكتابة التاريخ من أول وجديد أنا للمغرب أن تكتب المجد وأنا للعرب أن تفخر بيه المغرب اللي حصل مع فريق المغرب فيه رسائل كتيرة جدا ودروس مهمة جدا أنا أعتقد أن أول درس هو الأم إحنا دايما بنقدم الزوجة وأن وراء كل رجل امرأة ممكن بنقصدها الزوجة لكن فكرة أن الأم تبهي اللاعب الرئيسي في حياة الولاد دي حقيقة الأم أول العاشقين أصدق العاشقين الأم هي خط دفاعك هي خط الهجوم هي الجوكر في الحياة فلما نشوف لعابة المغرب هم بيقدموا أمهاتهم وخاصة سوفيان بيفعل يعني بيعتزلها وبيقدرها عن سنين من المعاناة بيقول رسالة مهمة جدا أن البر الوالدين بيقول أن الأم وردة الأم حاجات كتيرة جدا يعني فكرة الأمهات هي أهم رسالة إحنا شايفين هو هو نزلها الملعب وبيروس معي الست دي سابت المغرب هتحكي عن القصة ولكن أنا بس يعني بحس أن المغرب قدمت ثقافة عربية في كاس العالم وهو عشق الأم الأم اللي شايلة شنطت ابنها وكأنه رايح المدرسة وهي مستقبلها في الحضانة من باب الحضانة وبترقص معاه وفرحانة به وهو ودي تغريط وتصرفات أي شاب عربي لما يحس أن طرحة والدته اتحركت من على وشها يسيب كل حاجة ويزبط لها الطرحة إحنا اتعلمنا في المونديال ده إن من فريق المغرب إن أكتر حاجة بني آدم هو إن أنا أسعد الست اللي قدامي دي هي أمي وتحية لكل أمهاتنا وخاصة أمهات المغرب الرائعين الشباب على طول اللي بيرقصوا اللي بيقول لها أنا بحبك بكل جسمه بكل حاجة فيه يعني أعتقد إن فيديو رائع جدا وخلال المونديال كله يا سوهير بحس إن بزداد فريق المغرب يا حد يطلع يسلم على باباه يا حد يبوس مامته يا مامته تنطنط وتجيله بعد الماتش يعني أحس إن في علاقة ما بين اللاعبين والأمهات واضح إن الأمهات شيء قوي جدا في حياة العيب المغرب